اهلا بكم اصدقائي طلاب الصف الخامس الابتدائي بينكمل مع بعض دراسة منهج كونكت فايف بيكوننا بدأنا في يونت 11 والنهاردة هناخد lesson 4 lesson 4 معسوم النهاردة الى three parts نبدأ مع بعض part 1 اللي عنوانه word building اللي هو بناء الكلمات ازاي نعمل كلمات اكتر من جدر الكلمة او the root word طيب الاولا طبعا ده درس grammar language focus زي ما هو كتب لنا بيعرفنا الاول ايه the parts of speech اجزاء الكلام بيقول طبعا الكلام عندنا مش كله نوع واحد فيه كلمات بتبقى اسماء وفيه كلمات افعال وفيه ظروف وفيه وكذا بيقولينا how do we differentiate between nouns, adverbs and adjectives ازاي اقدر افرق ما بين الثلاث انواع ده طبعا من الجدول بس انواع الكلمات او parts of the speech عندنا اجزاء تانية او انواع تانية ولكن النهاردة هو بيربط لنا التلات انواع دولة لاننا اقدر اشكل نفس جدر الكلمة اشكل منها التلات اشكال او the three parts of speech طيب اول نوع اللي هو الناونز الاسماء طبعا الناونز هي names of people, places or things الناونز هي ممكن تبقى اسم الناس او اسم مكان او اسم شيء for example بيقولينا I need some help انا احتاج بعض help هنا اذا ناون اكاي طبعا معناها مساعدة طبعا نفس الكلمة ممكن تبقى حاجة تانية في مكان تاني في جملة تانية help عارفانها طبعا هي common بالنسبة لنا اكتر انها verb ومعناي ساعد ولكن في الجملة دي اذا ناونه معناه مساعدة انا احتاج بعض المساعدة طيب بيقولينا نوع تاني من الكلمات بيقولينا adjectives اللي هي الصفات بيقولينا adjectives describe the nouns غالبا الصفات بتيجي عشان تصف الاسماء او تدينا more information about the nouns طيب تعالوا نشوف المثال بيقولينا he is a fast driver الكلمة اللي هو ملون هنا دي fast fast is an adjective طبعا هي جاية هنا عشان توصف النون اللي جاية وراها سائق سريع او سواء سريع هو يكون سواء سريع fast is adjective وهنا بيضفلنا معلومة للنون اللي جاية بعدها بيقولينا ايه we add suffix فاكرين احنا الزوائد الخلفية اللي بحطها في اخر الكلمات we add fall to the nouns to make an adjective بيقولينا انت ممكن يكون عندك noun تضيف له الصفكس فول عشان تحويله الى adjectives تعالوا نشوف الامثالة زي مثلا joy joy يعني فرح لو وضفت لها الصفكس فول بقى joy فول يعني مفرح مبهج اوكي stress دي noun معنى توطر stressful يعني متوتر يبقى كده عارفنا نوعين the nouns and adjectives تعالوا نشوف النوع الثالث عندنا من الكلمات اللي هو the adverbs خدناها the unit اللي فاتت وقلنا الadverb جاية من اسمها add verb يعني بطيف حاجة للverb او زي ما قلناها بالعربي هي معناها ظرف او حال او طريقة عمل الفعل احنا عارفين ان الadverbs الadverbs describe the verb بتصف الفعل او بتدينا give more information to the verb بيقولينا we can add folly to the nouns to make an adverb بيقولك ان انا اقدر اضيف الصفكس اللي هي folly دي عشان احول النoun الى الى adverb طيب تعالوا نشوف مثال care اللي هو عناية او لو verb يعنيها تاني carefully بطريقة حريصة او بعناية hope امل hopefully على امل وبطريقة فيها امل تمام يبقى اخدنا او عرفنا ان عندنا parts of words انواع parts of speech انواع الكلمات اخدنا النهاردة تلات انواع بس اللي هو noun والadjective والadverb هو ربط لنا التلاتة دول مع بعض لان ممكن من نفس الكلمة اقدر اشكل التلات انواع او three parts of speech تعالوا نشوف امثلة عندنا ده كل ده the nouns column ده for nouns وهنا ضفتلوا suffix full اتحاول الى adjective وهنا ضفتلوا fully او لو انا هقول ان انا هضيف ال y بس عشان احاول ال adjective الى adverb بقى كل ده adverb باضافة suffix fully تعالوا نقرى مع بعض wonder عجيبة wonderful رائع wonderfully يعني بشكل رائع او بطريقة رائع beauty جميل beautiful جميل او جميلة beautifully بشكل جميل او بطريقة جميلة hope امل hopeful متفائل hopefully على امل been الم او وجع painful مؤلم painfully بألم thought فكرة thoughtful يعني مدروس thoughtfully بعناية او بتأمل meaning يعني معنى meaningful مفيد او هادف meaningfully بشكل هادف stress توطر stressful مكهد stressfully بشكل مرهق care عناية careful حذر حذر او بحر حريس يعني carefully بحذر او بحرس طيب تعالوا نطبق او نحلم مع بعض الكويز ده عشان بيتأكد ان احنا فهمنا الفرق ما بين الانواع الكلمات ديه حاول توصل اللي لجابة قبلي حاول توصل اللي لجابة قبلي نمبر وان بيقول لنا بحرم بحرم او مفروض واو مفروض اللي هاتي قبل من وصفه تصفوا او جابة اللي بيكون أو مفروض يا رابة عشق نمبر نمبر بحرم طبعا حرم ده طبيعي الصفة المفروض اللي بيكي ورها noun in the red sea يوجد هناك a cat beauty هنا اللي noun يوجد هناك الكثير من الجمال الطبيعي في البحر الأحمر the cat eat الكتة أكلت طبعاً ذرب بيكي ورها adverb from the pole من eat hungerly hungerly يعني بطريقة number four we all love our teachers they are very and the verb to be يكيد الجورة adjective they are very helpful number five I have a new in the dish of our adjective يبا أكيد noun for our project المشران I have a new thought اللي هي فكرة for our project تميب تميب مش بنقول اسم الحرف. طيب ايه ده طبعا نحن عارفين ده حرف الان ولكن الصوت هنا يبقى اما ده اوكي. هما الصوتين بيقولين ازا الساوند صوتهم شبه بعض. بيتنطقوا بطريقة مختلفة. ايه ده زي? تعالوا بس ناخد مثال واحد وبعد كده اشرخ لكم بطريقة مفصلة. طيب هنا نوز هنا سن ناخد بالنا ان في الانجلش لما يبقى عندي ان وراها جي ما بانطقش جي خالص. تمام? ما بقولش سنجة. اوكي? بقول سن. طب بصوا عنده الدايجرام ده هو ده بيوصف لنا لساننا بيبقى ازاي وانا بنطق حرف الصوت الاولاني اللي هو شايفين طرف لساني فوق ورا سنان العلوية بنقول كده مع بعض لساني لامس اللي هو فوق السنان العلوية وبقول طيب ده الصوت الاولاني اما الصوت التاني هو شبهه ويخرج شبهه ولكن طريقة ميوت المختلفة بص هنا انا هنا مش بيلمس زي الصوت الاولاني لا ده انا هنا اخر لساني هو اللي بيطلع فوق ويلمس سقف الحل واقول مش لازم اقول جا دي خالص لكن بقفل هنا مبدو ما ده انا هنا مبقولش بطرف لساني يبقى مرة تانية ده صوت وده صوت انا اوكي نرجع للدرسانة عشان نفهم اكتر طيب قبل ما نقرأ الكلمات دي عايز بس أشرح لكم أو نقرأ الجزء دي بقلينا بقلينا بقفل الهواء في فمك بمقدمة لسانك زي الرسمة ما وردنا طرف الساني هو اللي بيلمس فوق السنين وبقول أمل الصوت الثاني ده بيقول لنا بخلف أو جزء خلفي من لسانك تمام تعالوا نقرأ الكلمات عشان نشوف الفرق أوكي زي ما اتفقنا ان الصوت ده طرف الساني أو مقدمة اللسانة اللي بتقفل الهواء في فوق بيلمس على الأسنان العلوية يلا نقرأ مع بعض مع بعض نوز نوز سن سن اتأكد ان لسانك لامس آآ فوق الأسنان تان تان نو نو ناترال ناترال تمام طيب تعالوا هنا بقى قلنا الصوت ده هو نفس ن ولكن مش بطرف اللسان هو بخلف جزء خلفي من اللسان يلا مع بعض نقول سن سن تان تان هنا الوحيد ان الجي هي في السلاب والتان فعشان كده هنا ننج اوكي finger finger king king hiking hiking ring ring rang rang bang 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 تمام كده فهمنا اوكي وصلنا ل part 3 في درسنا النهاردة وده اه درس من دروس الليل جاي من مادة الماث ويعنوان درسنا النهاردة هو adding mixed numbers وغيرين بنى من adding مم مش adding اوكي adding والان هنا بتتنضع بان انا بقفل الهوا بجزء الخارفي من لسان adding mixed numbers يعني adding mixed numbers اللي هو جمع الارقام المختلطة يعني ارقام مختلطة اللي هو numbers اللي هي whole numbers الاعداد الصحيحة او الارقام الصحيحة وال fractions اللي هي الكسور طيب we use mixed numbers in our lives all the time for example بيقولنا احنا دايما بنستخدم الارقام المختلطة في حياتنا اليومين على سبيل المثال ميدينا هنا مثال بيقولنا one natural trail is two and half kilometres long بيقولنا واحد من الدروب الطبعية او الطرق التنزل الطبعية طوله او يكون اتنين ونص kilometر and another natural trail is three and half kilometres long متنزل تاني طوله ثلاثة ونص kilometر how long are the natural trails in total يطر طولهم قديم مع بعض طبعا عملنا العملية الحسابية اللي هي two and half plus or add three and half equals what or mix what طبعا اجمع الميكس النمبر ازاي بقى اللي نو to add these together عشان اجمع الاعداد مع بعض add the whole numbers first بجمع الاعداد الصحيح مع بعض الاول هاخد number two واخد number three اجمع 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 وعملهم الادشان مع بعض two plus three mix or equals five طيب بقي عندي fractions ولكن بعد كده نكست add the fractions together اجمع half plus half equals what one plus one equals two طبعا المقوم بيبقى بيبقى سابت بمقى واحد احنا بنجمع البست بس والمقوم سابت تحت equals one two over two equals one كده fractions كونوا لرقم صحيح whole numbers ويضيف على total whole numbers مع بعض يبقى after that add this to the whole numbers five and the total is six six هو كان عبران five plus one from fractions يبقى total بتاعنا six طيب تعالوا نحل الكوز ده مع بعض عشان نتأكد ان احنا في من درس هنا شو طيب بيقولنا اي يطرق الدولة المجموع 5 and 4 over 5 or 5 and 3 over اكيد احنا نستجمع من الفرقشن وتلو 4 over 5 هذا حل صحيح المسال الثاني 3 and 4 over 6 plus 5 and 1 over 6 equals 1 هل نجمع الهول نمبر الأول 3 plus 5 equals 8 تمام بعد نجمع fractions 4 plus 1 equals 5 نص 7 نبقى ده correct number بتاعنا طيب تعالوا نشوف الثاني دوت 2 and 1 over 5 plus 1 and 3 over 5 equals 1 نجمع الهول numbers الأول 2 plus 1 equals 3 الفرactions نعمل الفرactions ok طبعا 5 1 plus 3 equals 4 5 2 1 2 1 1 1 10 plus 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2